اهلا نشرة الاخبار مع اسماء زرمان اهلا بكم مشاهدين الثالثة بتوقيتها العراق وهذه نشاط مباشرة من قناة الفلوجة والبداية بابرز العنوي مستهلا زيارته بلقاء رئيس الاقليم الاطار يوفد العامري الى اربيل ويحذر من منعطف خطير تفجيراء الكرادة يرتد صداهما محليا ودوليا صلح يدينها والامم المتحدة تؤكد محاولات سافرة لزعزعة الاستقرار بعد خطافهم بساعة تلعثور على جثث ثلاث صيادين في سمراء واثنان ينجوان باعجوبة من مخالب الارهاب أهلا بكم مشاهدين مجددا والبداية من تتطورات المشهد السياسي حيث وصل رئيس تحالف الفتح هادي العامري الى اربيل في زيارة استهلها بعقد اجتماع مع رئيس اقليم كردستان نيجيرفان برزاني ومن المراجح ان يبحث العامري مع قيادات نقول كردية ابرزها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني ملفات عدة من بينها تشكيل الحكومة المقبلة ورئاسات الجمهورية الى ذلك اكد الاطار التنسقي استمراره في الحوار مع القوى السياسية للوصول الى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير الذي يمر فيه على حد وصفه الاطار التنسقي اوضح ايضا في بيان له ان الاطار ناقش لقاء رئيس التحالف تحالف الفتح هادي العامري يوم امس بزعيم تيار الصدري مقتدى الصدر ومخرجاته الايجابية مبين ان الاطار حط على تكثيف الاقاءات والحوارات مع القوى السياسية الاخرى الشريكة في الوطن بدوره اوضح القيدي في الاطار التنسيقي عائد الهلال لان الاطار لم يحسم قراره فيما يخص المشاركة في العملية السياسية او مقاطعتها وان اجتماعات مرتقبة ستعقد بين الاطار والكتلة السياسية الاخرى من اجل الوصول الى مخرجات لرؤية الاطار خلال الفرط المقبلة مين الماضية التصاعد في التفاهمات واللقاءات ما بين الكتلة السياسية عقد على اثار الاجتماع للاطار التنسيقي في مزل سيد عمار حكيم وقد ناقش ثلاث مرتكزات اساسية المرتكز الاول هو المشاركة في العملية السياسية اثنين معارضة العملية السياسية وثلاثة مقاطعة العملية السياسية واعتقد ان هناك اللقاء سوف يكون قريب ما بين الحاج العامري والسيد مسعود البرزاني وباقي رؤساء الكتلة السياسية للوصول الى الحالة للخروج من الانسداد السياسي واعتقد ان الايام القادمة فيها اشياء الكثير من المسارات لشعب العراقي لم يلبث صفو البيت الكردي طويلا حتى عكرته سحوب الخلافات مشددا بسبب منصب رئيس الجمهورية فيما تضغط كتل وشخصية سياسية باتجاه حل الخلاف الكردي بالتوافق وتقديم المصلحة العامة لا سيما في ظل السقف الزماني المحدد لاختيار الرئيس نحو رياسة جمهورية العراق يتنافس المتنافسون رؤيتان كرديتان لمنصب واحد ترى الأولى مرشح الديمقراط الكردستاني هوشير زيباري أحق بالمنصب فيما يصر الاتحاد الوطن الكردستاني على ولاية ثاني لبرهم صالح فالكرة الآن في ملعب الكرد إما التوافق على مرشح واحد أو الذهاب نحو توافق الكتل السياسية لتصبح جلسة التصويت النيابية فيصلا لحسم هذا الخلاف الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لهم خلاف بأنه لم يعطون أو لم يمنحون هذا المنصب الاتحاد الوطني كردستاني بل كان لهم نوع من ملاحظات أو فيتو أو مثلا حضر على السيد دكتور برهم أحمد صالح فقط وطلبوا من عندنا بأنه نرشح شخصين آخرين على دكتور برهم صالح وبعد ذلك سوف نناقش أو نوافق على شخص من هؤلاء الأشخاص ورغم وجود حسابات معقدة ورسائل مختلفة بين الحزبين فإن الوصول إلى التفاهمات بين الجانبين في اللحظات الأخيرة ما يزال واردا لا سيما في طل الضغوط التي تدفع باتجاه توحيد البيت الكردي الذي يحث الخطى في هذا الاتجاه المشكلة ليست في كامل الورقة وإنما في نقطة واحدة وهي نقطة ترشيح شخصية موحدة أو متفق عليها لرئاسة الجمهورية إلى الآن المشكلة موجودة لكن يتأمل من خلال اليومين القادمين أن تكون هناك اجتماعات وخاصة اجتماع قمة بين الرئيسين مسؤول البارزاني وبافي للطالباني من أجل حسم هذا الخلاف التوقيتات الدستورية ماضية ومن بين السطور يمكن قراءة أن المنصب لن يحسم إلا بحسم الكتلة النيابية الأكثر عددا والتي ما زالت رحاها تضطحان بدور الانقسام وعدم الاتفاق عليها بين التيار والإطار من أربي البشيرة الحسن قادعة الفلوجة أدان رئيس الجمهورية برهم صالح تفجيري الكراد واصفا إياهما بالإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين وقال صالح في بيان له أن تلك التفجير تأتي في توقيت مريب يستهدف السلم الأهلي والاستحقاق الدستوري بتشكيل حكومة مقتدرة حامية للعراقيين وضامنة للقرار الوطني المستقل مضيفا أن العراق سينجح بتأزري الخيرين في مواجهة الإرهاب واشتثاثه من جذوره من جانبها دانت بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي دانت التفجيرات التي وقعت في الأيام الأخيرة بالعاصمة بغداد ودعت البعثة في تغريدة لها على تويتر دعت السلطات إلى محاسبة الجنات ومواجهة المحاولات السافرة لزعصات الاستقرار عن طريق التحلي بضبط النفس وتكثيف الحوار من أجل التصدي للأزمات التي يواجهها العراق هذا وكانت عبوتاني ناسفتان استهدفت مصرفين أهليين في منطقة الكراد وسط العاصمة بغداد ما أسفر عن إصابة الشخصين أحدهم حارس المصرف والثاني صادف مروره أثناء الانفجار وقال مصدر أمني إن الانفجارين حدث بالتزامن واستهدف مصرفي الجيهان وكردستان الأهليين مشيرا إلى أن القوات الأمنية أغلقت الطرق المؤدية إلى المكان وشرع خبراء المتفجرات والأدلة بالتحقيقات ورفع المبارز الجرمية من مكان الانفجارين بدورها أوضحت خلية الأعلام الأمن أن الأجهزة الاستخبارية باشرت بتحليل أولي وتقاطع للمعلومات في الانفجارين الذين استهدف مصرفين أهليين بمنطقة الكرد مبيئة أنها ستكون قريبة جدا من منفذي المتفجرين وأكدت الخلية في بيان لها أن الأجهزة الأمنية ستأخذ بالقصاص العادل من المنفذين عاجلا غير آجلا وتكشف عن من يقف وراء هذين العمليتين هي الذين يهدفان إلى زعزعة الأمن والاستقرار وخلط الأوراق في الأثناء قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة إن بلاده ترفض أي إجراء يستهدف الأمن والسلام والاستقرار في العراق وداعينا الجميع للمساعدة بنقل السلطات بصورة هادئة في العراق نحن نرفض أي إجراء يستهدف الأمن والسلام والاستقرار على حدودنا مع العراق إن مثل هذه الإجراءات هي إجراءات مشبوهة كما وندعو الجميع إلى المساعدة بنقل السلطة بصورة هادئة في العراق السياسة المسلحة أو سلاح المسيس ظاهرة ليست جديدة في المشهد العراقي لكنها باتت تتفاقم لسيما أن الرسائل التي تحمل والعجمات تهدد باستخدام الإرهاب في الخلافات السياسية رسائل القنابل اليدوية لا تتوقف منذ أيام تشهد بغداد استهدافات متكررة لمقار حزبية هنا في منطقة السيدية حيث مقر النائب عبد الكريم عبطان يتعرض مقر آخر للعزم وتقدم لهجوم ليلي ضمن سلسلة هجمات تعرضت لها مؤخرا مقار حزبية في العاصمة هي رسالة سياسية لغرض أطراف عدم بناء العراق نحن نستنكر هذا الأمر نبني دولة ماذا نبني دولة؟ بهذه الطريقة ما صارتها لا أحد يسويها ولا أحد يقبلها وعلى الرغم من أن الهجوم لم يتسبب بخسائر بشرية فأن بعدها السياسية يكشف ضغوطا تمارس على النواب للتأثير على قرارهم السياسي داخل مجلس النواب بفعل تأثير السلاح الغاية من هذا العمل الإجرامي هو عدم الاستقرار وخلق فتنة وهذه رسائل سياسية بين السياسيين لا أكثر ولا أقل الغاية مالته هو عدم استقرار البلد وتفريش البلد وفي ظل السياسة المسلحة أو السلاح المسيس يطالب أهالي بغداد بوضع حد للهجمات التي تستهدف أمنهم عبر تشكيل حكومة وطنية بعيدا عن التناحر الحزبي وصراع المصالح من بغداد علي عبد الكريم الفلوجة الفضائية انتشرت القوة الأمنية جثامين ثلاثة شهداء من الصيادين الخمسة الذين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي من إحدى بحيرات صيد السمك في سمراء وأعدمهم بعد ساعات قليلة على اختطافهم هذا ونجى اثنان من المختطفين الخمسة بعد أن أصيب بجروح خطيرة برصاص الإرهابيين في منطقة الراس وتمكن من إيهام العناصر الإرهابية بوفاتهما لينجحا بعد ذلك بالوصول إلى نقطة أمنية وينقل إلى مستشفى تكريت حيث أدخل في غرفة الإنعاش لتدهور حالتهما الصحية جرى من البرحية قبل هذا اليوم كانوا يقصون زالوا قوات الأمنية يعني مقابلها يخلوهم يذبون ما يتصايدون السمك والله مستشفى نصرهم جزء 15 يوم إلى 20 يوم ومياد يطعون بس 7 ونوصي حدود 8 يطعون العشباش ومتصيدون رحوا أثناء التصيد فطوروا برغبة فبوع خالي بوع البلان ماكو ناد على أقرب نقطة قالهم وولدنا اختفوا المتضروا القوات المجلسة الطياران وولدنا اختفوا من البرحة 8 الصبح لقين 3 و 2 خارجة الغيبين في ديالة اختطف مسلحون يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي ثلاثة عمال بعد اقتحامهم حقلا للدواج في ناحية العبارة شمال شرق ديالة مصادر أمنية وضحتنا المسلحين أحرقوا الدجاجة وقاموا بتهديم جدران الحقل بما أشارت المصادر إلى أن عمليات البحث عن العمال الثلاثة ما تزال جارية حتى اللحظة وفي الأثناء أكد قائد الدفاع الجوي الفريق ركن مع زيد السعدي أن أجواء العراق مؤمنة ضمن الإمكانات المتيسرة مشيرا إلى أن العراق يمتلك منظومة تصد ومعالجة تبعدها تهديدات الجوية عن البلاد السعدي أوضح أيضا أن العالم في سباق مستمر بين الدول المصنعة لا سيما بشان منظومة طائرات المسيرة ذات الكلفة الواطئة والفاعلية القتالية الفائقة مشيرا إلى أن العراق يحاول الحصول على أفضل تكنولوجيا في الهجوم والدفاع في وقت شدد فيه على أن حركة في أجواء العراق لا تتم إلا بموافقة العراق والموافقة تتوزع بين وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش وقيادة الدفاع الجوية لترتفع راية الوطن عاليا وليشعر المواطن في ظلها بالأمان تبدر القوات الأمنية جهدا تثمنه المدن المحررة وأهلها في الأنبار جهود لم تذهب سودا بل إن عكست إجابا على الواقع الأمني للمحافظة آخر ثمارها تمثلت بفتح سيطرة السقور المنفذ الشرقي لمدينة الفلوجة وعلى مدار 24 ساعة في رسالة واضحة تدل على استثباب الأمن والأمان لم يتحقق الأمن والأمان لو لا جهود القوات الأمنية وتعاون المواطنين حيث تتنفس اليوم الفلوجة من منفذها الشرقي على مدار 24 ساعة ولأول مرة منذ تحريرها من التنظيمات الإرهابية إذ يؤكد الأهالي على انسيابية الدخول إلى المدينة حتى بعد منتصف الليل كوي عرقلات بالدخول والجيش والشرطة متعاونين مع كافة المواطنين جزاهم الله الفخير المفتوحة على مدى 24 ساعة والحمد لله والله يعمل الأمن والأمان على الفلوجة أولا سيطرت السقور والله سدخلت من العدف فارغة نهائيا ومفتوحة ثلاث سايدات واسلوبهم حل جدا راقي يعني 24 ساعة يعني حتى بعد منتصف الليل قالوا لي ما راجع بس قالوا لي مفتوحة 24 ساعة والله الفلوجة أمن وأمان الأنبار بكل مناطق أمن وأمان والنساء لأله أنه يكون الأمن والأمان لكل العراق مو بس للأنبار لأنه هو العراق واحد عودة الحياة إلى مناطق الأنبار مع فرض الأمن فيها خطوة مهمة يثمنها أبناء المحافظة الذين يشهدون للقوات الأمنية التي أسهمت وما تزال في بسط الاستقرار وتوفير الأمن للفلوجة وأهلها الحمد لله الأمان إن شاء الله موجود هنا والسيطرات مفتوحة 24 ساعة ومنصقر هنا أنا أمنة القوات الأمنية نتمنى تكون محافظات الباقية بنفس الأمان هذا ندعو من يجرون المحافظة يشوفوها يشوفوا الأعمار البيها والأمن البيها وإن شاء الله تعم على جميع العراقيين لا حضر للتجوال ولا إغلاق للسيطرات الفلوجة تستقبل وزائريها على مدار 24 ساعة لتبعث رسالة إلى المحافظات الأخرى مفادها أن الأمن والأمان نعمتان لا غنى عنهما من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة وفي الشأن قول الأمن أيضا توقعت صحيفة واشنطن تايمز الأمريكية زياد الهجمات على القوات الأمريكية في العراق خلال العام الحالي 2022 الصحيفة أوضحت في تقرير لها أن القوات الأمنية المتبقية التي يبلغ عددها 2500 جندي تقريبا ما تزال تواجه تهديدات متزايدة مشيرة إلى أن الهجمات ازدادت حدتها خلال الأشهر الأخيرة على نحو غير متوقع كما لفتت إلى أن المخاطر التي تواجهها القوات الأمريكية في العراق ستزداد سوءا خلال العام الحالي أدوى بعض الحديث عن تأزم الأوضاع الأمنية في قضاء سنجار أجرت قناة الفلوجة الفضائية جولة ميدانية في مناطق القضاء لنقل الصورة الحقيقية لما يحدث هناك عدد من المواطنين أكدوا لكاميرا الفلوجان الأوضاع الأمنية مستقرة للغاية داخل القضاء على عكس ما أشيع أخيرا مشيرين إلى أن القوات الأمنية تقوم بمهامها على أكمل وجه في حفظ الأمن داخل مناطق القضاء في وقت دعوا فيه الجهات المعنية إلى دعم القضاء وإعادة أعماره الوضع مستدب والقوات الأمنية موجودة ومنتشرة بكل سنجار وأطراب سنجار والحمد لله الناس مرتاحة وكل إشكال ماكوه هناك صفحات سياسية ومدفوعة الثمن مغرضة وبعض اللي خلين نسميهم بالعامية اللوقية على صفحات التواصل الاجتماعي بثنون دعايات ما لا أساس من الصحة وضع مستدب وانتوا مثل ما قلتوا جولتوا بالمدينة وشفتوا المواطنين الوضع جدا طبيعي إلى ذلك كدى قائد عملية غرب نينوى اللواء جبار الطائب أن الوضع الأمنية في سنجار مستقر تماما على أكس ما أشيع أخيرا في بعض وسائل العالم فيما شدد على أن القضاء لم يشهد إطلاق رصاصة الوحدة خلال اليومين الماضيين الوضع في سنجار حقيقة وضع سنجار اليوم مماثل لوضع سنجار قبل عشرة أيام وقبل شهر الوضع مستقر لكن مع الأسف هناك تصعيد إعلامي يعني وصل إلى القمة بحيث يوم أمس تم إشاعة استشهاد قائد عمليات غرب نينوى واللي هو أنا أتكلم أمام حضارتكم حاليا أنا الحمد لله وشكر في وسط ضباطي وجنودي وأطمئن شعبي وقيادتي أنه لم تطلق طلقة واحدة في سجار حتى هذه اللحظة في العدالة أصدرت محكمة جناية مكفحة الفساد حكما بالسجن لستة سنوات بحق مفتش أثار صلاح الدين على خلفية فساد مالي في المواقع الأثارية بلعت قيمته 169 مليار دينار ومن بين قضايا الفساد التي حوكم عليها هي التجاوز على المواقع الأثارية وتوزيعها على شكل أراض سكنية ومن ضمنها موقع سمراء المعلن على لائحة التراث العالمي باليونيسكو بالإضافة إلى أحداثه هدرا في مشروع تأهيل جامعة الملوية الكبير يقدر بثماني مليارات دينار عراقية يرد لخمسين لترا فقط من النفط الأبيض أن تكفي المواطنة لتدفئة منزله شهرا كاملا لكنه قد يكتفي بها أو يرتضي لأطفالها قول البردة إن كانت عائلة المسؤولين تعاني من المشكلة ذاتها أما في ظل الفساد فمن الطبيعي أن لا تملك الدولة ما يطرد البرد أقول من البيوت بيوت المواطنين كيف المن يرى أطفاله يرتجفون من شدة البرد وهو عاجز أمام أزمة قلة تجهيز النفط الأبيض أن يصدق حديث المسؤولين والمتحدثين باسم الجهات المعنية بعدم وجود أزمة في هذا الحال فالبرد أصدق أنباء من الكلمة إلى وزارة النفط أولا يعني هم خليكونوا مواقعين هم ينصفون المواطن أكو واحد من عندهم بيتها يكفي المئة ثلاثة شهريا ما أعتقد يعني أقل بيت لازم فتصوبتا يشتغلن بي المئة ثلاثة ما يكفي أسبوعا ويخلاص يعني يبقى شهر نص بدون النفط أو يشتري سوق سوداء البلد أكبر بلد نفطي بالعالم كله ما أقول أطفاله يعيشون هاي المعانات من أورا نفطات الله يقبل العالم وين تروح المعنده منين يجيب حصة كل عائلة من النفط مئة لتر تتسلمها كل شهرين وعلى المواطن أن يتدبر أمره بعد نفادها حصة لا تكفي لسد الحاجة في بلد النفطي فيما يطالب المواطنون الذين أكدوا لنا هذه المعلومات بوضع خطط فعلية لتوفير حاجة المواطن من الوقود في الشتاء مناشدة تتكرر كل عام ولكن لا حياة لمن تنادي الوضعية حال يعني تعباني كل شهرين مئة لتر تروح على أبو النفط مخلص تروح على هذا الخبر يقولك ما عندي وكل هذا توزع يعني نطالب توفير نفط هي شغلة ثلاثة شهر شغلة ثلاثة شهر الله أكبر يعني شغلة ثلاثة شهر ما يقدر يوفر لك يعني هلتشم لترات بس تقضي به فترة الشتاء يعني هي دنيا باردة انت أسأ يعني نخلي البرلماني يحط جهالب هيك موقف يعني العالم بيوتها كهف لك الله ما مستقفه والله عدشين كعاشين العالم في بلد نفطي تبحث العائلات عن استحقاقاتها البسيطة من النفط دون جدوى ليسرق الفساد دفع المنازل هذه المرة وسط خيبة المواطن من ضياع الحلول وغيابها من صلاح الدين عبد المنعم الويسي قناة الفلوجة بعد انخفاض درجة الحرارة في معظم مناطق العراق شهد قضاء الرطبة في محافظة الأنبار تساقطا للثلوج وانخفاضا شديدا بدرجة الحرارة تساقط الثلوج في قضاء الرطبة غربي الأنبار بدأ منذ ساعات صباح الأولى ليغطي الأشجار والمنازل وبعض الطرق الرئيسية في وقت حذرت هيئة الأنواء الجوية سائقية المركبات بتوخي الحذرة ثناء القيادة في التقصي المثلج المثلج أقول يأتي ذلك في وقت أشارت فيه هيئة الأنواء الجوية إلى أن تقصي اليوم الاثنين في المنطقة الوسطى سيكون غائما منطرا مصحوبا بالعواصف الرعدية أحيانا إلى الأنبار حيث أكد مدير مائي الفلوج المهندس عبدالقادر زغيتون أن انقطاع طيار الكهربائي وعطلة أحدى المحاولات الرئيسية تابعة للمديرية هو السبب الرئيس وراء انقطاع علمية مبين أن المديرية قد حلت أقول المشكلة بسرعة الممكنة حدث انقطاع في ماء حي الأندلس وقسم من أحيان الفلوجة والرسالة كان هو سبب الرئيسي هو أولا هو انقطاع طيار الكهربائي وهذا لا نخلي سببنا هو الكهرباء لكن عطب أحد المحاولة الرئيسية لهذا المشروع وتمكنت مساعدات الكهرباء من يترى هذه الهجرات يوم الثاني الحمد لله نصبنا المحاولة والآن البشروع في العمل لكن هناك انقطاع كبير جدا في الكهرباء الانقطاع الذي حاجته كان سبب الرئيسي أولا الكهرباء والسبب الثاني هو كسر الناقل الرئيسي في قرب أسواق الخزرجي أهل مدينة يعرفوه ناقل رئيسي تم تحويله خلال يوم الثاني ناقل رئيسي سبب قطع انقطاع الماء وسبب هذه الشحة لبدأ اليوم الحمد لله شح انتهت بوابة إلى الماضي يفتحها يوميا عبر وشته الصغيرة في سوق الرمادي تأخذ المرة إلى ذكريات الزمن الجميل عبر الأثير مصالح أجهزة الراديو الحاج الرياض يزاول هذه المهنة منذ أربعة عقود كاملة مهنة قد تنبثر بمرور الزمن وتطور التكنولوجي نتابع في منتصف سوق الرمادي وجد هذا المحل القديم الذي يضم بداخله كثيرا من ريات الزمن الجميلة فكلما اقتربت منه صادفتك قطع غيار أجهزة الراديو القديمة التي تجذبك رغم قدمها فلا تستطيع أن تتركها قبل أن تلتقط لها صور تذكارية تسترسل معها ذكريات الأجداد هكذا ظهر محل الحاج الرياض الذي زاول هذه المهنة على مدار أربعة عقود ليكون أقدم محل لإصلاح أجهزة الراديو والتلفزيون في مدينة الرمادي أنا بديت العمل مالي أنا من 78 أقل من 78 بديت أتعلم بس أنا فتحت هذا المحل من سنة 81 يعني أنا ذاكي اليوم تعتبر أربع يعني أربعين سنة تبقى ناس أصدقاء يجوا يمرون عليها يعني شغلات يعني مثلا واحد محتفظ له بمسجل ببيته محتفظ له بمسجل سيارة ومسجل بيت محتفظ به إله والوالد وعزيز عليه فيجي إذا مثلا عاطل أقوم الآن بتصليحه بين الحاضر والماضي يروي الحاج الرياض كيف كان الراديو روح المنزل والمحلات والشوارع الذي لا يمكن الاستغناء عنه أما اليوم فقد اكتسحت التكنولوجيا عالم التواصل والإعلام ومع مرور الوقت بدأ الإقبال على تداول الراديو يقل تدريجيا بظهور التلفزيون والموبايل حتى أصبح وجوده نادرا لأصحاب الذوق الرفيعة في هذا الزمن المليء بأجهزة تسرق حياتنا دون أن تترك لنا ذكريات قديمة كانت العالم تحب الراديو أكثر شي ما تلقي بيت خالي من الراديو ماكو شخص يجوز بالبيت تلقي أكثر من الراديو كل واحد اللي يسمع أخبار اللي يسمع أغاني أم كالثوم كانت تدعب كل يوم خميس بس هسه هسه بالجديد بدت بعد أكثر تتطور أصغر الأجهزة أصغر وبها معلومات وبها تقنية أكثر جتنا السل المرئية وجتنا الصوتية وكلها خبطة والدليل على ذلك الموبايل تسمع بي صوت وشوف بي صورة وتنقل الأحداث بكل العالم منها تشوف مهنة قديمة مرسها الحاج رياض واشتهد فيها منذ عشرات السنين لتبقى تقام قفزات التطور التكنولوجي الذي بات يسيطر على مفاصل الحياة لكن عشقه في مزاولة هذه المهنة جعله متمسكا بها رغم قلة الإقبال عليها لقناة الفلوجة إدريس يحيى بدا نصل إلى طيء أوراق هذا الموعد الإخباري ونذكر بأبرز عنوينه مستهلا زيارته بلقاء رئيس الإقليم العطار يوفد العامري إلى أربيل ويحذر من منعطف خطير تفجير الكرادة يرتد صدهما محليا ودوليا وصالح يدينها والأمم المتحدة تؤكد محاولات سافرة يزعزعت الاستقرار بعد اختطافهم بساعات العثور على جوثث ثلاث صيادين في سمراء واثنان ينجوان بعجوبة من مخالب الإرهاب مشاهدين للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع تواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر يوتيوب وانسجرام دمتك فأمن الله إلى اللقاء